اهلا بكم النهاردة هنعمل وسيلة اضاحة جديدة لاحد السوم الكبير الادوة اللي احنا هنحتاجها اقلم الوان وجلوه ومقص ونصبيان او ممكن ورق كرتون وورق بريستول او ورق ملون اه اللي هنحتاجه اول حاجة ان احنا نصمم شكل دايرة فيها صور احد السوم الكبير على الكمبيوتر ونجيب ورقة ملونة ونقص برضو شكل دايرة صغيرة ونحط فيها اه ارقام احد السوم الكبير ونقص دايرة بنفس الحجم ونكتب عليها رحلة السوم الكبير اه وزي ما انتم شايفين طبعا هي كلمة جاية بالعكس عشان خاطر الكاميرا وآآ كده بقى احنا عملنا تلات داير دايرة المطبوعة ودايرة بورق البرستول ودايرة من النصبيان او ورق الكرتون وهنعمل دايرة اكبر منهم آآ دي هتبقى الارضية اللي تحت وهنقسمها باسماء احد السوم الكبير قبل ما نعمل آآ الخطوة دي هنجيب آآ حتة آآ عصاية شيش تووق او آآ خلت سنان ونعمل زي آآ وسيلة اضاح الساعة اللي عملناها قبل كده نحط على طرفها شامع على حتة تكون نعمة وبعد كده لما تنشف بنشيلها لاني دي اللي هتبقى المصمار اللي هنحطه في النص عشان يبقى الدايرة تلف او تبقى لعبة الدايرة الدورة بتلف آآ براحة بعد كده هبدأ اجيب الدايرة آآ صغيرة وهلزع عليها الورقة المطبوعة اللي احنا عملناها طبعا تقدروا بدل خطوة دي تجيبوا صور لاحد السوم الكبير وتلزقوها مع بعض وبرضو يفضل لو كانت ملونة وهنزح كويس بالجلوب الشكل ده بعد كده هبدأ اجيب المص واخرم الدايرة دي من النص وكمان اضبط شكل الدايرة او الكارتونة اللي احنا لزقنها او نصبيان آآ على قد صورة اللي احنا لزقناها لو في اي زيادات نشيل بالمص هنخرمها بقى من النص زي ما انتوا شايفين انا عملت الدايرة في الوسط بورق البريستور الملون وعملت عليه ارقام الاحاد بحسب كل صورة تمام بعدين هحط الدايرة التانية لانا كتبع عليها رحلة الصوم الكبير وهبدأ اخرم الاثنين من النص كده ببوز المقص طبعا اهم حاجة ان تبقى الخرم ده في نص الدايرة بالزبط تمام بعد كده هبدأ اجيب الدايرة اللي احنا عاملينها دي وحطها على الدايرة الكبيرة وبالمصطرة والقلم الفرو مصطر هبدأ اقسم الدايرة الكبيرة بنفس التقسيمة بتاعة الدايرة الصغيرة بالشكل ده طبعا علشان التقسيم اللي احنا هنعملها دي هكتب بقها فيها اسم الحد نفسه يبكده رقم الحد وصورة الحد واسم الحد هبدأ اكمل تقسيمة الدايرة كلها بعدد الحدود وبعد ما اخلص التقسيمة كلها هبدأ اجيب الالم الفرو مصطر وارسم شكل الدايرة صغيرة ده داير اندير بعد كده هبدأ بقى اكتب في كل جزء اسم الحد انا كده خلاص رسمت الدايرة الصغيرة هشلها وهي اكتب بقى الحدود في المربعات او المستطيلات الصغيرة اللي اتعملت دي حد مسلا انتجربة حد شعانين اه ما يعني بطريقة عشوائية كده ان كده كده الدايرة دي دورة فهتترتب اه واحنا بنعمل هي هدف اللعبة ان احنا نرتب الاسم مع الرقم الحد مع الصور تمام طبعا يفضل احنا نكتب الكلمات بالوان ملونة علشان خاطر تبقى جزابة للطفل هنا هكتب اسم الحد باللون الاحمر طبعوني في وسائل الاضاح اللي احنا عملناها للصوم الكبير هسيب لكم لينك بتاعها في صندوق الوصف واول تعليق مسبت اه وكمان اه تابعونا في وسائل الاضاح الخاصة بمدارس الاحد ودروس التربية الدينية المساحية برضو هسيب لكم لينك بتاعها وكمان هسيب لكم لينك قائمة رسم صور القديسين والشهداء هسيب لكم برضو لينكها في صندوق الوصف واول تعليق مسبت نكمل هنا كتابة الحدود كلها. كمان ما تنسوش تتفرجوا على شرح دروس التربية الدينية المساحية لجميع الصفوف. ياريت كمان لو عجبكو الفيديو ده اعملوا لي لايك عشان اعرف ازا كانت الوسيلة دي عجبتكو ولا لا. ولو حابين افكار اكتر لوسائل تانية او دروس تانية انتم عايزين لها وسائل اضاحة آآ سبولي في التعليقات. وان شاء الله ننفذها في اقرب وقت. دلوقتي انا كده خلصت اسماء الاحاد كلها. بجيب الدايرة اللي انا خرمتها وبالالم وبعمل نقطة كده عشان انا بعرفة المركز فين وبرضو ببوز المقص هخرومها. بالطريقة دي. بعدين اجيب التلات دواير بقى. الدايرة اللي عليها الصورة. والدايرة الفقانية. اللي احنا طبعا شايدين منها الجزء زي ما انتوا لاحزتوا. بجيب المصمرة اللي احنا عملناه من الشمع وخلة السنان. واحطوا في النص بالطريقة دي. ودخلوا كمان في الدايرة الكبيرة. بعد كده هبدأ بقى بمصدس الشمع هحط نقطة شمع كده على الطرف بتاعها من فوق. واقفلها بحتة ورقة بحيس ان تبقى مسبتة. احنا طبعا عايزين الدواير دي تلف. فاحنا مش عايزين نلزق المصمرة. احنا بس عايزين آآ يبقى ثابت. فهن هنجيب حتة اسقوصة ورقة صغيرة كده ونحطها على آآ عصاية الششتا ووق او خلة السنان دي ونقفلها. بحيس ان الدايرة تلف كده براحتها زي ما انتوا شايفين. ودي لعبة الدايرة الدوارة لرحلة الصوم الكبير. فكرتها ان احنا بنلف الدايرة كده. آآ وبتيجي مسلا على صورة حد معين. بنعرف آآ الحد ده الاول ولا التاني ولا التالت من الرقم اللي احنا حطينه فوقه. وبعدين دورنا بقى احنا نجيب الصورة مع اسم الحد آآ المحتوط على الدايرة التحتانية. ودي زي لعبة تخمين الطفل بيلف الدايرة. وتطلع الصورة آآ بتاعة الحد. وبعدين يبدأ آآ يخمن بقى ده كان حد ايه? ويبدأ يلف الدايرة التحتانية كده الحد ما يوصل لاسم الحد. وممكن تتعامل كمان على شكل فزورة بنحكي الحكاية آآ من خير اسماء. وبعدين يبدأ هو يخمن ده يبقى حد ايه? وآآ رقمه كام آآ الحد الاول التاني واسم الحد آآ بالطريقة دي. طبعا كمان لو نفزت الفكرة دي آآ على آآ سدهات قديمة لو انتو عندكم سدهات قديمة ممكن تعملوا نفس الفكرة دي وتبقى اسهل. وآآ كمان آآ دوبك بس هتلزقوا عليها الورق وخلاص. فهتبقى كويسة وكمان آآ هتلف احسن آآ بسرعة عن الورق وعن الكرتون آآ فلو عندكم سدهات قديمة نفزوا الفكرة دي آآ السدهات هتبقى احسن بكتير. يارب تكون فكرتنا النهاردة عجبتكو تكون وسيلة اضاح سهلة وشيقة تقدروا تقدموها المغدو منكو لطلابكو. تنسوش تتابعوني في باقي سلسلة وسائل اضاح الصوم الكبير. وكمان الوسائل اللي هنزلها ان شاء الله لكل حد في الصوم الكبير. كل سنة منذ طيبين. آآ ما تنسوش دعمي بضغط زر اللايك. كمان اللي ما اشتركش لسه في القناة ياريت يضغط الزرار الاحمر ويشترك في القناة سبسكرايب. وآآ ياريت تفعله زر الجرس عشان كمان يوصل لكم كل جديد وكل وسائل اللي اضاح نحن بنعملها جديدة في القناة. وكمان الدروس التربية الدنيا المسحية اللي بنزلها آآ بشكل دوري. آآ كمان ياريت تعملوا للفيديو لو عجبكو علشان خطر الاستفادة توصل للجميع. آآ واشوفكم على خير في وسيلة اضاح جديدة وفكرة جديدة. باي باي. اشتركوا في القناة